يبدون كارثة مقوع العبارة في محافظة الموصل سيكون لها مثيل في محافظة البصرة وتحديدا جسر الزبير هذا الجسر المتهالك يعتبر من الجسر المهمة في القضاء ألا أنه يشهد وقعا خدميا مريرا نظرا لما يعانيه الجسر من بعض التخصفات الخطرة بالإضافة إلى الازدحامات المرورية التي يشهدها الجسر يوميا حيث تعالت التحذيرات من قبل بعض النواب في المحافظة بإنشاء جسر أنبوبي لفك الزخم المروري حاصل وتجنيب البصرة كارثة محتملة حيث أن هذا الجسر من شأنه حل الإختناقات الحاصلة بين قضاء الزبير ومركز البصرة ليكون بديلا عن الجسر القديم المتهالك ألا أن الروتين وأجراءات وزارة الموارد المائية بالإضافة إلى التقشف في موازنة العام الحالي حال دون المصادقة على بناء الجسر البديل عن جسر الزبير وعند وقوع الكارثة يبدأ الجميع بالتباكي على الأرواح التي ستزهق بسببهم وتبقى مشكلة الخدمات في العراق مشكلة لا حل لها لسيما محافظة البصرة التي تعاني من سوء الخدمات بدرجة كبيرة والتي هي في نفس الوقت تعتبر من أغنى المحافظات العراقية لما تحمله من موارد نفطية لؤي الحسن WTV